ترأس مساء أمس بصالة الاجتماعات رئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين ترأس أعمال المؤتمر النقاش حول خطورة ظاهرة الرشوة على القطاع الاقتصادي حضر المؤتمر عدد من الفاعلين الاقتصاديين وأعضاء الغرفة التجارية رماد جبري نانجيني السعي إلى ترقية مستوى خدمات ما يستدعي إلى وضع عاليات جديدة يتم عبرها تحديد الحالة للقيام بدراسة معمقة لمعرفة الأسباب والأراقيل التي تقف دائما آئقا أمام تقدم عملية حركة التنمية الاقتصادية ولذلك فكر رئيس الغرفة التجارية والصناعة والزراءة والمناجم أمير الدودو أرتين بعقد سلسلة من المؤتمرات لتناول حزمة من المواضيع الاقتصادية التي تتعلق بالقطاع الخاص الموضوع الأول للدراسة التي أجرتها قرفة التجارة لانطلاقة عمال مؤتمر النقاش هي أملية الرشوة في وسط أجواء العمال التجارية في جاد أثناء أرض الدراسة التي قدمها مدير العلام علي متاجر بيه تطرق إلى الأسباب التي تعدي إلى الرشوة وعواقبها وكيفية مكافعة حزه الظاهرة كما تناول أيضا الجوانب الشرعية في هذا الشعن وبما أن هذه الظاهرة باتت عفى يغاني منها الجميع المؤتمر حضره عدد كبير من الفعيلين الاقتصادين وهذه الفرصة سمحت لرئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين بمناشدة المشاركين لمناقشة هذا الموضوع بجدية للخروج من نتائج مغنعة تعود بالفائدة إلى شرائح واسح من المجتمع بحدث تحقيق نظم لإدارة الرشيدة في مجال قطاع الاقتصاد الخاص في البلاد ترجمة نانسي قنقر